شروط القبول في الجامعات البريطانية أولا شروط القبول للسنة التحضيرية أهم ما يجب أن يوفره الطالب هي الشهادة الثانوية ويجب أن تكون درجة الطالب في اختبار الآيلز لا تقل عن 4.5 أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة ثانيا شروط القبول للبكالاريوس من الشروط المهمة للحصول على قبولات جامعية هي نظام السنة التأسيسية ولكن ذلك للطلاب الحاصلين على مؤهلات أخرى غير المستوى المتقدم مثل الشهادة الثانوية في البلاد العربية ويجب أن يكون مستوى الطالب في اختبار الآيلز لا يقل عن 6 أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة الحصول على شهادة البكالورية الدولية ولكن حامل هذه الشهادة ستضع عليه الجامعات شروط متباينة حسب نوع التخصص الذي يتقدم به الطالب الجامعة الإرلندية تشترط حصولك على شهادة الثانوية الإرلندية والتي يمكن الحصول عليها في أحد المعاهد الإرلندية طرق التقديم لجامعات البريطانية عن طريق مكتب خدمات القبول بالجامعات وعلى الطالب أن يقوم بتعبئة استمارة القبول الصادرة عن UCAS وإرسالها قبل الخامس عشر من أكتوبر بالنسبة لتخصص الطب عن طريق التقدم بشكل مباشر إلى الجامعات التي يريد الالتحاق بها بعد اشتياز السنة التأسيسية عن طريق مكاتب توفير قبولات جامعية والتي من شأنها تسهيل الطريق للطلاب ومتابعة الجامعة وتعبئة استمارة القبول بشكل مناسب للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمليوستدي دوت كوم